موسيقى الثانية عشر ليلة بتوقيت القدس المحتلة نشرة مفصلة للأخبار وإلى العنوي موسيقى السيد نص الله يؤكد أن عنوان مسيرات العشر من محرم سيكون دفاعا عن كتاب الله والمظلومين والمضطهدين من فلسطين واليمن والبحرين وكل العالم موسيقى الحوثي يدعو إلى الجاهزية لمواصلة التصدي للعداء ويحث على قتل علاقاته مع الدول التي أساءت إلى المصحف الشريف موسيقى فئيس شعبة استخبارات الاحتلال السابق يعد حزب الله أقوى تهديد عسكري لإسرائيل ويقر بأن الردع ضعف بصورة كبيرة موسيقى قمة روسيا أفريقيا تعتمد خطة عمل مشتركة لثلاثة أعوام وتشدد على تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب موسيقى قادة الإنقلاب في نيجر يعلنون عبد الرحمن شياني حاكما للبلاد وقمة طارئة لقادة دول غربي أفريقيا في أبو جل أحد موسيقى أهلا بكم أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نعنوان الخروج في مسيرات اليوم السبت في ذكرى العاشر من المحرم سيكون الدفاع عن كتاب الله والمقدسات والمظلومين في كل العالم غدا سنخرج أولا لندافع عن كتاب الله مقابل أولئك الذين يصرون على الإساءة لكتاب الله وعن مقدساتنا الإسلامية مقابل أولئك الذين يصرون كما فعل بن جفير هاي الأيام في اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المسجد الأقصى دفاع عن كتاب الله ومقدساتنا والدفاع عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله للدفاع عن كل المظلومين والمعذبين والمتهضين في فلسطين في اليمن في البحرين في كل المنطقة في كل العالم السيد نصر الله توقف عند الظلم الذي يسود العالم وقال خلال إحياء ليلة العشر من محرم إن العالم تتحكم فيه مجموعة صغيرة من أصحاب المليارات وأغلبهم في الولايات المتحدة الجميع يضج من الظلم من القهوة هذا ليس له علاقة فقط بالمسلمين المسيحيون في أمريكا اللاتينية وفي كثير من دول العالم ومجتمعات العالم بقية أتباع الأديان واللا أديان اليوم الظلم والعذاب والقهر الذي يسود العالم لم يسبخ له مثيل في تاريخ البشرية وبوسائل معاصرة هلأ بيتفننوا بالظلم وبالتعذيب وبالترهيب وبالقهر وبالحروب النفسية والجسدية العالم اليوم تتحكم به مجموعة صغيرة من أصحاب الملياردارات من أصحاب المليارات وأغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كلمة له في ذكرى عشورة دعا قائد حركة أنصار الله عبد المالك الحوثي الشعب اليمني إلى الجهزية والاستداد لمواصلة التصدي للآداء وإنهاء العدوان ومعالجة ملفات الحرب من الأسرى والإعمار أدعو تحالف العدوان إلى وقف عدوانه على بلدنا وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب لموضوع الأسرى والإعمار والأضرار والكف عن المؤامرات الدنيئة الهادفة لاستقطاع أجزاء من البلاد أدعو شعبنا العزيز إلى الجهوزية الدائمة واليقظة والانتباه والاستعداد لمواصلة التصدي للأعداء لردعهم عن مواصلة عدوانهم ولإنجاذ البلد من شرهم وطغيانهم ومؤامراتهم الحوثي طالب بقتل علاقاته مع الدول التي تسمح بالإساءة إلى المصحف الشريف وما يقوم به اللوب اليهودي عبر عملائه في عدة دول أوروبية وغربية من إحراج وتمزيج وتدنيس للمصحف الشريف هو ذروة الكفر والاعتداء ضد الإسلام والمسلمين أدعو أبناء أمتنا الإسلامية في كل البلدان الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وجاد يرقى إلى مستوى المسئولية تجاه الأعداء وأقل شيء في ذلك هو قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية وإذا لم يرقى موقف الأمة إذا إلى هذا المستوى البسيط المتاح السهل الممكن فذلك تفريط عظيم وتقصير كبير وتنكر للقرآن الكريم وتنصل عن المسئولية تجاه أهم مقدس من مقدسات المسلمين وفي قضية فلسطين دعا الحوثي لتعاون وتنسيق في محور الجهاد والمقاومة للوصول إلى تحرير فلسطين وأكد على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني العزيز وسعينا لتعزيز التعاون والتنسيق مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين وإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة وما نأمله إن شاء الله من تنامي التعاون والتنسيق في محور الجهاد والمقاومة أصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في تطهير فلسطين وإنقاذ الشعب الفلسطيني من براثن العدو الإسرائيلي أحيى المسلمون مرسم اليوم العشر من محرم في عدد من دول العالم بمسيرات حاشدة وفعاليات دينية وثقافية جمال الغربي كما في كل عام الملايين يخرجون رافعين شعارات الرفض للظلم وللمطالبة بالعدالة والعدل الإنسانية العاشر من محرم هو يوم أحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين صبت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كربلاء وعلى الرغم من مرور 1384 عاما على واقعة الطف بالنسبة إليهم فإن أحياء مراسم عشوراء هي أبعد بكثير من ذكرى هي نهج متواصل جيلا بعد جيل وتحولت إلى مدرسة سياسية وأخلاقية وثقافية لربض الظلم في مواجهة الحصار على الشعب اليمني يقول اليمنيون إنهم عاشوا عشوراء طوال سنوات الحرب رفضاً للخضوع ومقاومة للحصار بالآلاف وفي معظم المحافظات اليمنية خرجوا لتأكيد خياراتهم نقف أمام المشروع الأمريكي لنقول أن محور المقاومة هذا المحور الكبير نقول لهم انتصر هذا المحور على رقم المظلومية أمام المشروع الأمريكي وفشل المشروع الأمريكي في سوريا ويفشل المشروع الأمريكي في لبنان وفشل المشروع الأمريكي في اليمن نعم قضايانا هي قضايا الإمام الحسين ودم الإمام الحسين الذي يفور في كل عرق من شباب هذه الأمة هو الذي سيصنع للأمة عزتها في مختلف المحافظات الإيرانية كان المشهد واحدا لا صوت يعلو فوق أصوات العزاء ملايين الإيرانيين في الشوارع والساحات وأمام المراقض والحسينيات مواكب ومجالس وسرد للسيرة الحسينية وتجديد على السير بدرب الإمام في مواجهة الاستكبار العالمي في أفغانستان وعلى الرغم من حضر حركة طالبان إحياء مراسم عشوراء خرجت عشرات نسبة رافضات الحضر والمنع في مسيرة في أحد شوارع كابل لكن المشهد اختلف في شارع آخر حيث نشرت مشاهد الاعتداء طالباني بالسيوف وعقاب البناضق على المشاركين في تلك المراسم فيما أطلق الرصاص في شارع آخر لتفريك المشاركين في إحياء اليوم العاشر في سوريا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير في مدينة السيدة زينب مساء الخميس الماضي ويأتي ذلك وسط سلة كبيرة يطرحها التفجيران الإرهابيان في المنطقة خلال أقل من 48 ساعة فالمدينة كانت قد حافظت كجزء من دمشق واري فيها على حالة استقرار وهدوء للسنوات تفجير ثاني في خلال 48 ساعة بدد فترة طويلة من الهدوء في مدينة السيدة زينب جنوب دمشق في التفاصيل تفجير دراجة مفخخة قرب سيارة أجرة في حي كوع السودان المكتظ بالسكان والزوار حصيلة دامية بلغت ستة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحا بعضهم جراحه بالغة تفجير يلي تفجير دراجة مفخخة الثلاثاء الماضي أوقع جريحين نحن كنا عادين ما اسمعنا إلا صوت انفجار جينا على مكان الانفجار لقينا دراجة نارية ضرب السيارة وصار الانفجار في ضحايا لم لمت المدينة جراحها تعود الحياة إلى طبيعتها بالتدرج ينهمك الأهالي والزوار في إحياء مراسم عاشراء مرة أخرى يجهض الأهالي أهداف التفجيرين الإرهابيين وهي استهداف الاستقرار في مدينة قدمت الدماء في سني الحرب ومحاولة اللعب مجددا على الملف الأمني تزامنا مع عزمة اقتصادية قاسية تعيشها سوريا بأسرها تهدف إلى إعادة توتير الحالي الأمنية عبر اختيار أهداف نوعية تحقق وظائف أمنية وطائفية الأمر الآخر أن لهذه التفجيرات أيضا رسالي إلى القيادة السورية بإعادة تنشيط جبهات كانت لسنوات طويلة آمنة حافظت مدينة السيدة زينب ومحيطها على حال أمنية مستقرة منذ سنوات ما يجعل التفجيرين الأخيرين تحت رقابة وتدقيق أمنيين عالي المستوى استهداف المدنيين في أي منطقة لا يعد خرقا أمنيا في أي حال من الأحوال فاتورة غالية لا شك من دماء وأرواح المدنيين لكنها تنذر بأن قوى كثيرة لا تزال تعمل لضرب الاستقرار في سوريا محمد الخضر دمشق الميادين قال قائد بعثة حفظ السلام العاملة في لبنان اليونيفل الجنرال أرولدو لاثارو إن البعثة تواجه تحديات على المستوائين العالمي والميدني وفي كلمة له في مجلس الأمن لفت لاثارو إلى أن الوضع الحليل لليونيفل يضعف قدرتها على التواصل مع الأهالي ويزيد من جسامة الخسار البشرية في حال نشوب حرب في المنطقة اليونيفل على غير ربعثات سلام أخرى تكافح حملة تشويه وتضليل لا سابق لها حملة من شأنها تقويد صورة البعثة وأدائها فضلا عن كونها قد تولد التوتر وهذا يؤدي إلى تراجع تقبلها لدى الأهالي أود أن أكون واضحا في معرض إدارتي للأمال المعلقة على البعثة إن نوع الصراع الذي قد يعود للانفجار بين لبنان وإسرائيل قد يؤدي لوقوع خسائر مدنية كبيرة بالرغم من جهود البعث وجاهزيتها ومن الضروري مضاعفة الاستثمار في الوقاية كأفضل استراتيجية والعمل من أجل معالجة جذور الصراع بدعم من أعضاء مجلس الأمن أقرأ رئيس شعبة الاستخبارات السابق قالوا احتياط عموس سيدلين للصحيفة معريف بأن حزب الله هو أقوى تهديد عسكري لإسرائيل عموس أكد أن الردع ضد حزب الله قد ضعف وقال إن من المهم أن يعرف الجمهور الإسرائيلي أن حرب لبنان الثالثة ستكون أصعب بكثير من الحروب التي شهدها حتى الآن وأضاف أن صواريخ حزب الله التي وصلت في الماضي إلى خط الخضيرة فقط ستصل هذه المرة إلى تل أبيب بينما الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل تلقي بتبعاتها السلبية على الجيش وضع المجتمع لا يبدو أفضل حالاً مع تزايد القلق وسط الإسرائيليين من وقوع حرب أهلية فالية ككرة من الثلج تكبر الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل وتتفاقم فيما تبعاتها السلبية تلقي بظلالها الثقيلة على جوانب متعددة من المشهد العام ولسيما الجيش والمجتمع للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يقولون الحقيقة في التاسع من آب العبري لا يثرثرون قائلين إننا إخبة ومتماسكون بل يقولون إن المشروع الصهيوني تفكك تأكل الردع الإسرائيلي وتراجع تماسك الجيش الإسرائيلي أثران مباشران لانعكاسات الإصلاحات القضائية على الجيش إذ تتسع ظاهرة رفض الامتثال وتطوع لخدمة الاحتياط مع ما يعنيه ذلك من تراجع كفاءة الجيش على مواجهة التحديات وهو ما أقرته المؤسسة الأمنية والعسكرية الجيش الإسرائيلي أدخل في معركة لا يستطيع الانتصار فيها سنرى تزايدا في عدم التطوع وانعدم الرغبة في التجنيد كل مكونات استعداد الجيش متعلقة بالتطوع وإذا اقتلع هذا من الجيش نرى جيش آخر وفي دلالة على الوضع الأمني الخطر كشف محللون أن شعبة الاستخبارات العسكرية حذرت رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بصورة مباشرة وشخصية من التبعات الأمنية الخطرة التي نتجت في الأشهر الأخيرة من الإصلاحات القضائية إذ أشارت في أربع رسائل تحذير استثنائية أرسلت إليه أن أعداء إسرائيل يشخصون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة وأن ضرر تلك الإصلاحات لن يكون فوريا فحسب بل يمكن أن تكون له تبعات على المدى البعيد أيضا وعلى وقع التشكيك في صمود نظرية جيش الشعب كثيرا إذا التحديات الداخلية التي يواجهها الجيش يبدو أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي بلغ ذروته وهو ما عكسته استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 58% من الإسرائيليين يخشون وقوع حرب أهلية فعلية إسرائيل تسعى إلى السيطرة على مئات المواقع الأثرية في الضفة الغربية بهدف تحويلها إلى أماكن السياحية اليهودية أو بؤر استيطانية ومصادر دخل لحكومتها ولهذه الغاية أقرت ميزانية ب33 مليون دولار بهدف تهويد المناطق الأثرية الفلسطينية هنا بلدة سباستيا واحدة من أهم المناطق الأثرية في فلسطين سباستيا الواقع إلى الشمال من مدينة نابلس مصنفة في المنطقة جيم بحسب اتفاقات أوسلو والأهميتها التاريخية تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها الكاملة عليها وتهويدها ووفق قرارات أصدرتها حكومة الاحتلال تمنع الفلسطينيين من العمل في المنطقة الأثرية وتفرض شروطا على دخولهم إليها فيما تسهل اقتحامات المستوطنين وتسعى إلى إقامة حديقة تراثية لهم في هذا المكان واضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لديها الكثير من المشاريع ولكن هي هدف هذه المشاريع في الدرجة الأولى السيطرة على الأرض وأيضا السيطان تحت حجج أحيانا مسارات سياحية أحيانا أن يكون هناك بؤر السيطانية جديدة أحيانا محميات طبيعية ولكن في الفتر الأخير زادت هذه الأطماء الاستعمارية تحت مسمى المناطق الأثرية حكومة الاحتلال كانت أقرت ميزانية بـ 33 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات بهدف تهويد المناطق الأثرية الفلسطينية ضمن مخطة يسهل عليها ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية ولا سيم المناطق المصنفة جيم هناك خطة شاملة لمواجهة هذه المخططات تندرج في إطار التحرك الدولي عبر الدبلوماسية الفلسطينية هذا أولا وثانيا المواجهة الشعبية أو عمل سياسة شعبية لمواجهة هذه المخططات وقيام الوزارة بتأهيل مجموعة من المواقع وحمايتها ويشار إلى أن هناك سبعة ألاف موقع أثري فلسطيني حولت إسرائيل عددا منها إلى بؤر استيطانية وإلى مستوطنات كبرى مثل مستوطنة الشيل القائمة على أثار موقع سيلون القديم أو إلى أماكن سياحية يهودية تدر عليها دخلا يضاف إلى ميزانية المستوطنات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تسعى إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال إقامة المستوطنات السياحية وتهويد المواقع الأثرية لإلغاء ما تبقى من اتفاقية أوسلو وإنهاء أي حديث عن حل الدولتين نسر سلمي من الموقع الأثري في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة الميادين تستمر معاناة مرضى السرطان في غزة بفعل النقص الحد في الأدوية نتيجة الحصار والقيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على تنقلاتهم للعلاج في مشاف الضفة الغربية والداخل المحتل تقرير أحمد غانم يخضع أبو طارق لجلسة علاج طارئة بعد اكتشاف إصابته بسرطان المعدة قبل عدة أشهر رحلة علاجه القصيرة نسبيا مر فيها الرجل الستيني في ظروف صحية معقدة من جراء أزمة نقص الأدوية واقع يثير قلقا وخوفا على مستقبل حالته الصحية في وقت تكافح فيه الأجهزة المختصة للوفاء بالتزاماتها تجاه المرضى نقص الدواء هذا بتور كارثة مريضة السرطان مريضة السرطان بحتاج أكثر من عنصر الدواء يعني غياب عنصر واحد من العلاج بعمل أندو كارثة كبيرة جدا داخل أروقة المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يشرح هذا الاكتظاظ جانبا مما يعانيه المرضى عددهم المتزايد يضغط على الفرق الطبية ولسيما أن ما يزيد على 50% من المرضى لا يجدون علاجهم وتمنع إسرائيل أيضا دخول الأجهزة التشخيصية اللازمة لهم 60% نقص الأدوية الكيماوي والعلاج الموجه لمرضى السرطان الطب النووي تشخيصا وعلاجا هذا غير موجود البتة الأجهزة الخلوية أو التشخيصات الجينية أو البيولوجية أو المناعية غير موجودة أصلا في غزة وبحسب أرقام رسمية فإن إسرائيل تحرم أكثر من 40% من مرضى الأورام في غزة بمن فيهم الأطفال السفر للعلاج في مشاف الضفة والخارج وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الإنسانية لا يشكل المرضى أي خطر على دولة الاحتلال والتالي هناك استمرار دائم ومتواصل بمنع هؤلاء المرضى هناك مرضى من الفئات الأطفال أيضا يتم حرمانهم ومنعهم من الوصول إلى المستشفى هذا يشكل عقاب جماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة هو تسجل أرقام وزارة الصحة أكثر من ألفين مريض جديد بالسرطان سنويا في القطاع الواقع الصحي المتدهور لمرضى السرطان في قطاع غزة لا يستدعي تدخلا عاجلا للتخفيف من معاناتهم فحسب بل يستوجب أيضا محاسبة الاحتلال المتسبب الرئيسي في مفاقمة أوضاعهم الصحية أحمد غانم غزة الميادين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المشاركين في القمة الروسية الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية واعتمدوا خطط عمل مشتركة تمتد حتى عام ٢٠٢٦ وأكد بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا وقال أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية مشددا على أن موقف روسيا وأفريقيا موحد بشأن تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب نؤكد التزام جميع دولنا إنشاء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وأعيد التأكيد على مفاق الأمم المتحدة وخلال أعمال القمة دعا الرئيس الانتقالي لبركينا فاسو قادة الدول الأفريقية إلى أن لا يكون دمية في أيدي المستعمرين فيما شدد نظير سنغالي على ضرورة حل نزاع الروسي الأوكراني خدمة للقارة الأفريقية لقد علمنا أسلافنا شيئا واحدا أن العبد الذي لا يستطيع تحمل ثورته لا يستحق الشفقة نحن لسنا مخطئين بشأن القدر نحن لا نطلب من أحد أن يشعر بالأسف تجاهنا شعب بوركينا فاسو قد فعل ذلك قررنا القتال ضد الإرهابيين لإحياء تنميتنا نتمنى وقف التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني لأهميته في تهدئة واستعادة التجارة الحرة للحبوب والأسمدة كان هذا هو خطابي منذ اليوم الأول للصراع فأفريقيا تنتج جميع أنواع الحبوب ولكن ليس الأسمدة لذلك يجب رفع جميع القيود المتعلقة بتجارة الحبوب والأسمدة خمسة عشر مدنيا روسيا نصيبوا في هجومين الصاروخيين أوكرانيين استدفى رستوف فقد أعلنت موسكو أنها تردت صاروخا أوكرانيا ثانيا بجنوب غرب أراضيها بعد تدمير صاروخ أول سقطت شظاياه في مدينة تاغنروغوة صابت خمسة عشر شخصا وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أنظمة الدفاع الجوية تردت صاروخا أوكرانيا قرب مدينة أزوف في منطقة رستوف مشيرة إلى سقوط الشظايا هذه المرة في منطقة مهجورة وفي وقت سابق ناكدت وزارة الدفاع الروسية ناكييف نفذت عملا وصفته بالإرهابي ضد البنية التحتية السكنية في مدينة تاغنروغ بمقاطعة رستوف بصاروخ اسمائتين الوزارة أشارت لأن أنظمة الدفاع الجوية الروسية رصدت الصاروخ الأوكراني واعترضته في الجو مشيرة إلى تضرر عدد من المباني ووقوع إصابات بين الصفوف المدنيين في المدينة الواقعة على بحر أزوف ميدانيا أعلنت موسكو إحباط محاولة كييف مهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو باستخدام طائرة من دون طيار وإسقطها قبل وصولها إلى هدفها وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجمات عديدة في الاتجاه الجنوبي وأشارت لأنه جرى صد محاولة تجميع قوات كييف قرب أستار مويورسكي لشن هجوم مؤكدة قضاء طائرات الجيش الروسي على الدبابات والمدرعات القتالية نجح أفراد القوات الروسية في صد جميع هجمات قوات العدو المتفوقة في منطقة زاباروجيا حيث قتل ما يصل إلى 180 من العسكريين الأوكرانيين إضافة إلى تدمير دبابات ألمانية وفرنسية وفي منطقة ستارو مايورسك بجمهورية دونياتسك تم صد هجوم وحدة الاعتداء والتخريب التابعة للقوات الأوكرانية فيما استولت قواتنا على عدد من معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه سفاتوف أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي أن السفن الحربية روسية والصينية بدأت مهمات الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادي بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي بيان صادر عن الأسطول أوضح أنه بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية ميناء فلادي فوستوك جرى تشكيل قوات مشتركة بينهما وبدأت تحرك على المسار المتفق عليه مسبقا التدريبات البحرية الروسية الصينية تزامنت مع كشف كوريا الشمالية عن مسيرات جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرات نووية خلال استعراض عسكري لإحياء ذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية هي الصورة الرسالة وزير الدفاع الروسي والقيادات الصينية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون يستعرضون معا للمرة الأولى منذ عقود عرضا عسكريا ضخما في الذكرى السبعين للانتصار على الغزو الأمريكي ترددت أصداء العرض والأسلحة والصور الثلاثية سريعا في الإعلام الغربي صحيفة دايلي أكسبريس تعانون عن حلف ثلاثي مرعب وتنقل عن محللين أن التحرك السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث سيسمح لها بمساعدة بعضها بعضا في بناء القدرات العسكرية وتعزيز التنمية الاقتصادية وهو ما يثير قلق الحكومات الغربية هي ذكرى على وقع الصراع المحتدم بين الغرب والشرق ولسيما المواجهة الروسية الأطلسية كيم جونغ أون استعرض أمام حليفيه الروسي والصيني سليحة أراد أن تتلقف أسوارها أمريكا واليابان والشقيقة الجارة الجنوبية طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيرات هجومية متعددة الأغراض طويرت وانتجت حديثا ميزت استعراض هذا العام فضلا عن صواريخ جديدة لم يكشف عنها سابقا تقصد الزعيم الكوري أن يقدم المعلومات عنها وكأنها هدية لوزير الدفاع الروسي والوفد الصيني أما في المحيط فكانت الرسالة الصينية الروسية عبر الدورية الثالثة المشتركة بينهما وكل ذلك يجري تحت عيون وسمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يجول في جنوب المحيط الهادئ ويستعد لمناورات ضخمة مع أستراليا وصفت وزارة الدفاع اليابانية نشاطات السفن وطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأن سعراض واضح للقوات ضدها وكشفت للمرة الأولى في تقريرها السنوي المعروف بالكتاب الأبيض النصين تمثل أكبر تحدي استراتيجي لها فيما يتعلق بقدرات الهجوم المضاد إضافة إلى التقرير الاستراتيجي لتسهيل فهم الخلفية وضرورة امتلاك قدرة على الهجوم المضاد شرحنا تهديد الصواريخ المتزايدة حول بلدنا وقدراتنا وعملنا جاهدين لتوفير المعلومات اللازمة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الاسترالي حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من بابوغينيا الجديدة من استثمارات بكين في المنطقة متهما إياها بالخروج عن قواعد النظام الدولي الولايات المتحدة وأستراليا تشعران بالقلق إزاء محاولات الصين الخروج عن المبادئ الدولية رأينا إكراها صينيا مقلقا يمتد من بحر الصين الشرقي إلى بحر الصين الجنوبي إلى هنا في جنوب غربي المحيط الهادئ وسنواصل دعم حلفائنا وشركائنا وهم يدافعون عن أنفسهم من سلوك التنمر حان الوقت الآن للعمل عن كثب مع الأصدقاء وأستراليا ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية يقع التحالف بين بلدين في قلب الأمن القومي لأستراليا ورؤيتنا للعالم فاصل قصير قومانا من جديد أهلا بكم ونستنف نشرة من السودان حيث دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحمدتي إلى تغيير قيادة الجيش للتوصل إلى اتفاق السلام حمدتي قال في أول ظهور أمام الكاميرا منذ اندلاع القتال إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة ورأى أنه يجري تدمير السودان وتعين التوجه نحو السلام نساعدنا أننا لأخواننا في قوات المسلحة نقول لهم لو دارنا الحل العاجل خيروا هذه الطقمة الباقية خيروا هذه الغيادة حيات الغيادة خيروا الليل خلال 22 ساعة ممكن نصل إلى اتفاق أعلن قادة الانقلاب في النيجر عبد الرحمن شياني حاكما للبلاد فيما رفضت فرنسا لا اتراف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب هذا وتعقد المجموعة الاقتصادية للدول الغربي أفريقيا قمة طريقتنا الأحد في أبو جا بخصوص الوظيفة النيجر بعد مالي وبوركينا فاسو جاء الدور على جارته مانيجر لتواجه انقلابا عسكريا يخشى أن يضع منطقة الساحل بالمجمل في مواجهة عواصف اضطراب جديدة تضاف إلى المعركة المشتعلة في السودان إلى جانب الأوضاع المتأزمة في ليبيا والشاد فبعد ساعات طويلة من الأخبار المتضاربة تلاها أعلان المتحدث باسم المجلس العسكري اللواء أماد عبد الرحمن إطاحة الرئيس محمد بزوم صاحب العلاقات الوطيدة بالغرب أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن شياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد مبررا لانقلاب بالتدهور الوضع الأمني الذي قوضه عنف الجماعات المتشددة إن دافع وراء عمل المجلس الوطني لحماية الوطن هو الرغبة في الحفاظ على وطننا الحبيب ولمواجهة التدهور المستمر للوضع الأمني في بلدنا في وقت لم تسمح لنا السلطات المخلوعة بالبحث عن حل حقيقي للأزمة في خضم سوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية تعيين رئيس للمجلس الانتقالي في الدولة الغرب إفريقية غير الشاطئية الفقيرة التي تحظى باهتمام أجنبي خاص نظرا إلى ما تختزنه أراضيها من معادنة ومواد أولية من أبرزها اليورانيوم جاء بعيد اعتبار فرنسا التي تعرف بأنها صاحبة النفوذ الأكبر في النيجر أن الانقلاب ليس أمرا نهائيا على حد قول وزيرة الخارجية قبل أن يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليعلن استعداد بلاده لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب وصفا إياه بالخطر أود أن أضح أن فرنسا تدين بأقوى العبارات هذا الانقلاب على زعيم شجاع منتخب ديمقراطيا يقوم بتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات التي تحتاجها بلاده والذي ندعمه بصفته الشخصية هذا الانقلاب غير شرعي تماما وخطر جدا على شعب النيجر ودولة النيجر والمنطقة بأسرها من جانبها واشنطن أبلغت الرئيس المخلوع مساندتها للديمقراطية ودعمها اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد وفي حين لا تلوح في الأفق مؤشرات على إمكانية حصول قطيعة كبرى مع فرنسا يعتبر محللون وديبلوماسيون أن نجاح الانقلاب قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضا على غرار مالي حيث تواجه فرنساستياء متزايدا من نفوذها في منطقة الساحل أكد نائب مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يقترب من إصدار بيان يدين الانقلاب العسكري في النيجر ويطالب بعودة الديمقراطية الدستورية جميع أعضاء المجلس يودون إعادة الديمقراطية الدستورية جميعهم دان الفعل لذلك هناك شعور قوي بأننا متحدون ومتفقون على الإدانة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس قدمت مسودة بيان جرت مناقشتها ونأمل أن يصدر البيان في أقرب وقت ممكن قالت الأمم المتحدة إنها مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية في النيجر نيكول إكواسي منسقة شؤون الإنسانية بالإنابة في النيجر لا فتت لأن مسؤولي المنظمة الأممية هناك لم يجر أي اتصال بالجيش عقب الانقلاب ما منحناه في هذه المرحلة هو رحلات المساعدة الإنسانية التي نظمتها الأمم المتحدة والتي جرى تعليقها مؤقتا لمجرد إغلاق المجال الجوي للنيجر لدينا أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية وثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف بحاجة إلى الغذاء والأمن سوف يجتمع فريق الأمم المتحدة القطري المعني بنشاط التنمية والنشاط الإنساني للعمل على تطوير برنامجنا التنموي نتوقع أن لا نتخذ أي إجراء حتى نهاية كمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي من المكرر عقادها الأحدى وتسلم تعليمات واضحة من مكتب الأمم المتحدة في منطقة الساحل قبل الدخول في أي محادثات مع الجيش تصاعد لافت في وطيرة الهجرة غير نظامية من السواحل التونسية إلى أوروبا حيث سجل النصف الأول من العام الحالي غرق نحو 800 مهاجر أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء عدد يكشف حجم المأساة المتكررة في قضية ترى السلطة التونسية أكبر من قدرة الدولة على تحمل تبعاتها تقرير سامح البقاني رحلات مراكب الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية باتجاه أوروبا لا تتوقف فقد قضى نحو 800 مهاجر أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من العام الحالي إحصايات رسمية تكشفها تونس تعكس حجم المأساة المتكررة بانتظار أن تضع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حدا لنزيف الهجرة غير النظامية الوعود التي أعطاها الاتحاد الأوروبي لتونس سواء بالتمويل أو غير ذلك أو بالمساعدة أو الاتفاقات المشتركة فهي تبقى دائما تحتمي ظلة النظرة الغربية التي تعتمد على مسألة واحدة هي الحل الأمني خذوا أموالا وكونوا حراسا لشواطئنا تونس رفضت الاتهامات بالإساءة للمهاجرين الأفارقة يأتي ذلك بعد تداول مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير النظاميين على الحدود التونسية الليبية تفنيد السلطات التونسية للاتهامات المواجهة إليها مهم جدا لأن الأمر لا يتعلق بظاهرة محلية ولكن بظاهرة إقليمية ودولية ربما بحضور مسؤولين تونسيين يقدمون إثباتات عبر صور وعبر فيديوهات حول ظروف إقامة هؤلاء اللاجئين بصفة مؤقتة السلطات الإيطالية تتحدث عن أصول نحو 48 ألف شخص إلى أراضيها هذا العام وقارنة بنحو 34 ألفا العام الماضي معظمهم كما تقول آتوا عبر الساحل التونسي وليبيا تزايد أعداد المهاجرين خصوصا الأفارق جنوب السحراء وسعيهم للوصول إلى أوروبا بطريقة غير نظامية يترح إشكاليات عديدة ولسيما أن وزارة الداخلية تعتبرها أكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الأمنية والاجتماعية سميح البغني تونس المياد نظمت تنسيقية سحب قانون الجرام الإلكترونية ما سيرة في العاصمة الأردنية رفضا للقانون وأكد المشاركون فيها أن القانون يعد انتهاكا للحرية المدنية والسياسية تقرير لنا شهين إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لم يمنع معارضيه من إعلاء الصوت مجددا ومن قلب وسط البلد أطلقوا صرخة احتجاج لمطالبة الملك عبدالله الثاني بعدم المصادقة عليه كونه عودة إلى الأحكام العرفية هذا القانون العرفي الذي يستهدف حماية الفاسدين وحماية من يتولى المسؤولية وأوصل البلاد لهذا الواقع الذي نمر فيه ونعيش على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذا الرفض للقانون دفاعا عن الأردن عن مقدراته عن أرضه عن كرامة أبنائه عن مستقبل أبنائه وأحفاده لألا يذهب هذا الوطن تحت أقدام الصهاينة الناس اليوم في الأردن قاطبة ترفض تكميم الأفواه الناس في الأردن تطمح إلى إنجاح مشروع السياسي الذي اقترحه جلالة الملك المشروع السياسي الإصلاح السياسي أو التحديث السياسي لن ينجح بهذا القانون أحزاب إسلامية ويسارية وصحافيون ونواب ووزراء سابقون ومواطنون خرجوا تحت مظلة تنسيقية سحب القانون وأكدوا أنه سيف مصلط على الحريات المدنية والسياسية الصحافة الآن ستعاج تحديات جسيمة لن تستطيع أن تمارس عملها في ظل التهديد بالسجن والتوقيف والغرامات المالية المغلظة نحن يمكن أن نحط عقوبات منطقية ومقبولة ونحمي حرية التعبير ولكن مش بهذه العقوبات المجحفة والتي فيها ظلم للناس لحرية التعبير لإلهم عنوين وشعارات كثيرة رفعت وجميعها تلتقي في مربع رفض القانون الذي كما يقولون يخالف الدستور ويكمم الأفواه ويقمع الحريات قانون الجرائم الإلكترونية هو جريمة في نظر الرافض الذين يؤكدون أن معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير لن تتوقف ويطالبون بلقاء ملك البلاد للتأكيد أنه قانون جبايا لا قانون حماية لن شهي عمان آن عادي التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظير الموريتاني محمد ولد الغزواني في مدينة شنكدو في جنوب شرق الصين جين بينغ قال إن بلاده تعتزم تعزيز التعاون العملي مع أفريقيا ودول عربية فيما وقع الجانبان اتفاقا لتعزيز التعاون المشترك في عمليات التشهيد لمشروعات بنية تحتية عملاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق في نهاية العام الماضي حضرت أنا والسيد الرئيس على نحو المشترك القمة الأولى للصين والدول العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية حين ذا قعدنا اجتماعا وتوصلنا إلى كثير من الإجماع بشأن رسم مسار التنمية بين الصين وموريتانيا في مواجهة التغيرات التي يشهدها العالم يجب علينا الاستمرار في كوننا أصدقاء جيدين يدعم بعضنا بعضا وشركاء جيدين يعملون معا لحماية المصالح المشتركة والإنصاف والعدالة الدوليين أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده وقال في مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس إن رؤساء سابقين من بين همبر أكوباما وجورج دابيديو بوش يحتفظوا بوثائق كذلك نفى ترامب تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محاققون اتحاديون قائلا إنه كان يعتقد أنه ليس مطالبا بتسليمها لكنه فعل ذلك على أي حال هذا ويهدد الجمهوريون في الولايات المتحدة باتخاذ إجراءة لأزل الرئيس جو بايدن فيما يعمل الديمقراطيون بقوة لمن ترامب من ترشح لرئاسة مجددا فهل بات الرؤساء الأمريكيون تحت وعيد الإقصاء؟ الرئيس الأمريكي بين العزل أو الاستبعاد منصب سيد البيت الأبيض بات تحت التهديد الدائم بالإقصاء لم يعد خافيا عزم الحزب الديمقراطي على إثارة جملة عقبات قانونية الطابع تهدف إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب وحلمانه من أداء أي دور سياسي في المستقبل جهود الديمقراطيين تستند إلى تعديل دستوري قديم ينص على أن المسؤول الرسمي لا يجوز له بعد أداء القسم عن انخراط في حالة عصيان أو تمرد ضد النظام السياسي وذلك انطلاقا من تورط ترامب بحادثة اقتحام الكابيتول ورغم كل محاولات الإقصاء ما زال ترامب في المرتبة الأولى بين منافسيه من الحزب الجمهوري أحدث استطلاعات الرأي تفيد بأنه يحظى بتأييد 52% من مجموع أصوات الناخبين في حال عقدت الانتخابات الرئاسية حاليا فيما واجه بايدن معارضة 68% من مجموع الناخبين القلقين من تدهور حالته الصحية وأحيانا الذهنية في المقابل يتجه مجلس النواب الأمريكي نحو فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن بشأن تورطه في التدولات المالية المشبوهة لابنه اليمين المحافظ في الحزب الجمهوري لا يفوض فرصة للمطالبة بذلك لكن رئيس مجلس النواب كيفين مكيرثي كان يرفض على مدار الأشهر الماضية الشروع بذلك بحجة عدم توافر الأدلة الكافية وفي هذا السياق تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى وجود انقسام حاد في صفوف الجمهوريين حول عزل بايدن بسبب نوع المساءلة والأدلة المتوافرة فضلا عن أنه مهما كانت النتيجة فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقف هذه الإجراءات وبهذا التقرير نصل إلى ختم هذه النشرة تذكير بأورز العنوين السيد نصر الله يؤكد أن عنوان مسيرات العاشر من محرم سيكون دفاعا عن كتاب الله والمظلومين والمضطهدين من فلسطين واليمن والبحرين وكل العالم الحوثي يدعو إلى الجهزية لمواصلة التصدي للعداء ويحث علاقة العلاقات مع الدول التي أساءت إلى المصحف الشريف رئيس شعبة استخبارات الاحتلال السابق يعد حزب الله أقوى تهديد عسكري لإسرائيل ويقر بأن الردع ضعف بصورة كبيرة قمة روسيا أفريقيا تعتمد خطة عمل مشتركة لثلاثة عوام تشدد على تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب في أول ظهور علني منذ بدء الحرب يدعو إلى تغيير قيادة الجيش للتوصل إلى حل للأزمة قادة الانقلاب في النيجر يعلنون عبد الرحمن شياني حاكما للبلاد وقمة طريقة لقادة دول غربي أفريقيا في أبو جل أحد مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغة الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر